خلص موسم الصيف وفصل الصيف والمصيف خلص ونروح بقى لموسم المدارس ومصاريف المدارس الراجل الغالبان بعد ما خلص فلوسه كلها على الصنبلوك بتاعك مدام وكريمات البرونزاج واللي بتحطيها طبعا على بشرتك عمال على بطال لغاية ما قربتي تبقي شباب بيرسيتاو عادت بيرسيتاو ألا مش عرفاه المهم الراجل يصحى الصبح يفتح عيونه اللوزية الحموصية المشمشية العسلية يلاقي نفسه مطلوب منه بمليون جنيه سابلايز ليه؟ عمل في دنيته إيه؟ الناس كانت بتتحبس علشان خدت قرد وما سددتوش وجوزك هيتحبس علشان ما دفعش السابلايز يا مدام أنا عايزة أعرف مين اخترع السابلايز من هو مخترع السابلايز أنا متأكدة أن اللي اخترعه ده مامته وأهله كانت بتودي المدرسة بكيس السندوتيات البلاستيك ومايرجعش البيت اللي هو معايا نفس الكيس عهده ويا ويله يا سواد ليله لو مارجعش بيه انتو ليه يا جماعة بتعمله في أولياء الأمور كده؟ هو دفع لك كل اللي حلته هو دفع لك خلاص اللي معايا دفعه لك قصة مدرسة معهوش خلاص يجيب تمن عيل بتجيبنا كيري يعني ايه تطلبه من العيال؟ ماريالة ووتربروف يعني ايه أطلب من العيل اللي في كي جي وان كي جي وان ماريالة يا حبيبي ووتربروف أنا كنت أعرف مسكرة ووتربروف آي لينر ووتربروف أعرف راجل ووتربروف بس ماريالة؟ ماريالة عيل صغير سنته مخلوعة نجيب له ماريالة مش ماريالة عادية تبقى ووتربروف هذا ما لم نسمع به من قبل قال لك مريالا ووتر بروف علشان الألوان وكمان بقيت طلبات جلو وسلصال وألوان خشب ب700 جنيه ليه تكينت زمان ب3 جنيه وبنطلون اسود ومقص بلاستيك وبوكس كبير عشان يحط حاجاته ومحتاجاته وفرشة سنان ومعجون سنان لابوسنة مخلوعة العائل الصغيرة بوكيجي وان وكوباية بلاستيك وجرد البحر ليه رايحين الساحل جرد البحر ليه بالأدوات مش جرد البحر فاضي لأ بالأدوات بتاعته وبنيه ومناديل ورق وايبس مناديل مبللة يا مدام وفوتة وشاور جيل وهاند ووش خد الوات حموه حموه حمموه ما تحميش ابنك يا مدام في البيت وات يا حزيفة ما تستحميش روح استحمى في الحضانة أو المدرسة أبوك دافع أبوك دافع يا ولد رسم إيه وكراسة رسم إيه وألوان زيت وألوان مية وألوان خشب وادفع الراجل اللي بيدفع تسمي إيه بنعد ليوناردو دافانشي 2 ابنك هيرسم لوحة العشاء الأخير ابنك ما بيعرفش يكتب اسمه يا مدام ابنك ما بيعرفش يكتب اسمه يا مدام ابنك بيقول أه أه مش عارب يقول لسه حاجة المس بتاعت السلصال والرسم والألوان نفسها أبوها ما كانش جايب لها ماريالة جديدة بتلبس ماريالة وختال قديمة تعتستانة اللي فاتت أو اللهي أو اللهي بس الناس ما عرفش فيه عقد بتطلع على العيال على الأبهات بتنتقل من الرجالة ما أكيد اللي بيدفع مصاريف المدرسة مش الست الراجل عندكو حملة على الرجال وعلى المصاريف ادفع اللانش بوكس يا جماعة اللانش بوكس بقى موضة قديمة دلوقتي بقى بديهيات بتحطي فيه للطفل الصغير ماكارونا بلونيز ونجت فانتي ما بتعمليش لابو ماكارونا ماكارونا خواتم ونجت ما عملتش غدا النهار ده حبيبي طلع من التلاجة وسخن والودي الطفل الطفلة صغير ده حطاله بلونيز ونجت وعصير وفاكهة وسناكس وشوكولاتة ابنك حامل يا مدام بتغذيك حامل طفلة عامل بتأكلين نفرين حرام الراجل حرام المصاريف ارثقي بالراجل المدرسة ترفق بأولياء الأمور والمرأة ترفق بالراجل ولا الجديد الزمزمية يا ولاد بقى اسمها فلاسك القرورة ترجمت معامل أنيس عبيد القرورة طلعت تاعت السنة اللي فاتت تعقميها وامليها مية وديها لابنك سليم مدام أبوكي زمان كان بيبعثك المدرسة بزمزمية أونر عطشان لو ناسي الإعلان أغنيهولك كلنا زمزمية وفي قول آخر كان في ناس بيسميها زمزمية والله شفت معينة ناس المدرسة كتبت لزمزمية معينة زمزمية بس بقولك يعني هاتي الأديمة طلعيها عقميها ططيها اخسليها والدهالو الجديد بقى طلع في حاجة مع البانانا جارد حافظة الموزة بتاع بلاستيك كده من مية جنيه لتتمية وخمسين جنيه الإيطالي تلتمية وخمسين جنيه إحنا ما نعرفش البانانا جارد دي إحنا آخرنا نعرف البادي جارد ومعرفتوش اللي ما بقيت موزيعة مشهورة في الشارع ابنك بقى يجيب بانانا جارد بتاع ايه؟ وليه أروح أقول للقب؟ عايزين تلتمية وخمسين جنيه عشان نطلب بانانا جارد ميدن إيطالي عشان الوادي يحط الموزة اللي هتتعفص في الآخر ومش هيكلها وهترجع لك سودة لأن فيها حديد راجعي راجعي علوم وفيزية وأحياء وحاجات كتير الحديد بيسود زي طفاحة كده مش هيكلها والهو عايزين ناخد من الرجل الغلبان المسكين أي حاجة أي حاجة على أيامنا زمان كانت كتب كشاكيل كرصات ونكتب بالقلم الحبر ده لما نكبر ونطلع سنوي عام ونبقى فرحانين دلوقتي الوقت سليم اللي عائل الصغير ماسك سكتش والتاني اسمه إيه؟ مش عارفة اسمه إيه؟ مزيت اسمه بيمسكوا حاجات كنا احنا بيمسكها في الجامعة ليه؟ ليه بتطلبوا الحاجات دي ليه؟ ليه؟ مش معقول ومش مقبول ومش ممكن الرجل يقوم من نوم يديني 150 ألف جنيه وبعدين ترجعي تشتكي تقولي ما تدنيش هاسبقه شعري هو نفسه شعره طعطة أبيض ومش عارف ياسبقه يا مدام ما انتي لسه واخده على الصبح 150 ألف جنيه سابلايز بعدين ترجعي تشكي تقولي عايزة وعايزة ها؟ وارجع اقولك تازع لي مني؟ رحبكم ترجمة نانسي قنقر